اعلن اتحاد المحامين الجزائريين وقال الاتحاد الجزائري في بيان ان كلمة نقيب محامي مصر المنتخب حديثا رئيسا لاتحاد المحامين العربي باعتباره من دولة المقر تضمنت انحرافا عن المبادئ الاساسية للاتحاد بخوضه في مسائل لا هي مدرجة في جدول اشغال المؤتمر الاتحاد الاساسي للاتحاد بخوضه في مسائل لا ولا هي من صميم اهداف اتحاد المحامين العربي حين خاض في مسألة الصحراء واحتج اتحاد محامي الجزائر في البيان على وصف الرئيس الجديد لاتحاد المحامين العربي للصحراء بعبارة الصحراء المغربية تسميها الجزائر الصحراء الغربية وقال البيان ان ذلك اثار حفيظة رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والوهد المرافق له الذين احتجوا على هذا التصريح الخطير مسجلين انسحابهم الفورية من اشغال المؤتمر معتبرين ذلك سابقة خطيرة في تاريخ اتحاد المحامين العربي اشتركوا في القناة